السلام عليكم عارف انت لما يبقى في واحد دمره راحت في سكة الضيعة ومجرد ما تشوفه تبقى متأكد انه مش وعي اصلا هو ده بالضبط حالي رئيس الامريكي جو بايدن دلوقتي الراجل ده مش بيجمع خالص يا جدعان وانا من النهاردة حسميه بايدن زهيمك ده طبعا بعد اذنكم لانه خلاص ما بقاش عنده باتنين جنيه وعي لمكانته كرئيس لأقوى دولة في العالم او المفترض يعني ان هي الاقوى بايدن هو اكبر رئيس سنن في تاريخ الولايات المتحدة تسعة وسبعين سنة ومن الطبيعي ان حالته العائلية تكون بعافية شوية تلاتة صحيح فيه ناس اكبر منه مسكين نفسهم لكن سواب عكم ازاي بعضها واللي عرفوا ان الافراد في الخمور بيوصل لكده مش كده ولا انا غلطان وعلى فكرة طبيعي ان مش اي مسن بيعاني في شيخوخته من اعراض نسيان واغهار زهني مش هو ده الطبيعي ولا انا غلطان خد عندك مثلا هنريك سينجراو تسعة وتسعين سنة يعني اكبر من بايدن بعشرين سنة كاملين وراجل مسك نفسه عقليا وبيقول حكم لحد دلوقتي بايدن بقى نقل اعراض الشيخوخة ديه المستوى تاني خالص يعني مثلا بقى بيتكلم في مواضيع فرعية ملهاش علاقة بالحدث الرئيسي اللي هو موجود فيه فمثلا عندك يوم اللقبع اللي فات خلال مؤتمر صحفي حوالين الاحتباس الحراري في ولاية مستشوتتس وصف بايدن الاثاري الصحية لانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته في منجيلة كيلومونت بولاية ديلاور وقال لهذا السبب انا والكثير من الاشخاص الذين نشأتوا معهم مصابين بالسرطان ويفسر لماذا كانت ولاية ديلاور تعاني من اعلى معدلات الاصابة بالسرطان في البلاد لحظة كده هو حضرتك اخدت بالك بايدن قالي الراجل بيقول انه مصاب بالسرطان انت عارف خبر زي ده ممكن يعمله في اقتصاد دولة زي امريكا خبر زي ده ممكن حرفيا يعمل كارثة في البورصة الامريكية لان الرئيس عنده سرطان ووارد يموت فيحصل فرار سياسي فجأة والبلد كلها تتقلب والهيئات كلها تتعطل وتستعد الانتخابات رئاسية مبكرة والبورصة يتخسف بيها الارضة حرفيا لان التجار الكبار واصحاب الشركات العملاقة مش هيبقوا عارفين الرئيس اللي جاي ده حيكون معاهم ولا عليهم فمن باب الاحتياط حيسحبوا فلوسهم من السوق جزئيا وبالتالي تحصل مصيبة في الاسواق المالية طيب اقولك على حاجة كمان يلا يا سيدي تويتر كان مقلوب بعد الكلمتين اللي قالهم بايدن دول عارف ليه تويتر يتقلب لان ببساطة الناس بدأت تناقش فكرة هل بايدن هياخد فعلا لانتخابات 2024؟ ولا مش هيقدر وفيه فكرة تانية تناقشت وهي مدى كفاءة بايدن في إدارة البلد أصلا لحد ما تنتهي مدته رئاسية الحالية وعلشان كده البيت الأبيض نشر بيان نفي بسرعة جدا جدا وقال ان كلام الرئيس تفهم غلط انتو ما بتفهموش أصلا هو يقصد يعني ان الانبعثات النفطية الملوثة بتسبب سرطان مش انه هو عنده حاليا سرطان الكلام ده قاله اندرو بيتس الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض الأمريكي وكمل اندرو كلامه قال ان الصحافة الأمريكية تعرف جيدا قصة إصابة الرئيس بايدن بالسرطان قبل توليه الرئاسة ايه ده؟ يعني بايدن كان مصاب بالسرطان فعلا أظن المعلومة دي ما كانتش منتشرة بشكل كافي عندنا في الأوساط الصحفية العربية يعني نادر لما بيكون حد عارف التاريخ الطبي لبايدن أو لترامب أو لغيرهم من زعماء العالم لكن لما حفرت بقى ودورت ورى كلام اندرو ده لقيت ان فعلا بايدن كان مصاب بسرطان الجلد ولكنه تعالج منه قبل ما يرشح نفسه الرئاسة يعني انا اسف في الكلام اللي حاوله هل دولة عظمة زي الولايات المتحدة الأمريكية ممكن تسمح لواحد قرب على التمانينات وعنده سجل صحي سيء وتعرض لأمراض خطيرة وحالته الزهنية متدهورة انه يتحكم في مصير العالم هل ده مؤهل انه يكون رئيس لأمريكا؟ طبعا لا شماتة في المرض دي ما فيهاش كلام ولكن من اهم صفات الرئيس انه يكون لائق صحيا ده شيء بديه لان مصير الملايين من افراد شعبه بتكون دايما ما بين ايديه على المحك وعلى فكرة ما فاتش يوم واحد على تصريحات بايدن اللي نفاه البيت الابيض بسرعة جدا وتاني يوم يعني يوم الخميس اللي فات من يومين بالزبط تم الاعلان رسميا عن اصابة بايدن في بيروس كورونا واعلن البيت الابيض ان بايدن عمل اختبار لكورونا ونتيجته طلعت ايجابية لكن الاعراض خفيفة جدا حسب بيان البيت الابيض يعني تقريبا هم عايزين يغيح شوية وما يظهرش قدام الاعلان الفترة اللي جاية وده جزء من نص البيان الرسمي اللي اصدره البيت الابيض قال البيت الابيض في بيان لقد اخذ اللقاح كاملا وحصل على جرعتين معزستين ويعاني اعراضا خفيفة للغاية مضيفا ان بايدن بدأ يتناول حبوب باكسلوفيد المضادة الفيروس كورونا والتي تنتجها شركة فيزر بالمناسبة حبوب باكسلوفيد دي حوار تاني خالص لوحدها ان شاء الله لو جاد فرصة حنتكلم عنها في حلقة خاصة لها لان الكلام عليها كتير وشبهات الفساد عليها كتير جدا بده ودي معلومات كده لزيادة الوعي مش اكتر عشان بس ايه نخليها في دماغنا ولو حصل ان موضوعها تمت مناقشته في الصحافة العالمية من جديد اوعدكم بحلقة منفقدة عن الحبوب دي ان شاء الله ياريت تقولولي في التعليقات تفتكر بايدن ممكن يفوز بولاية رئاسية تانية بعد كل المصايب اللي بيعملها دي ولا لأ ايه السؤال ده لا لأ سيبك من السؤال ده تفتكر ممكن بايدن يكمل مدته رئاسية من غير ما يتم عزله اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته